السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتابعينا الكرام والسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي العالية ونرد فيها ضد الأكاذيب والشعاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدي بها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله مصره وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالعادة صباح الخير صباح المصر الأهل ملوك الصلاة في مصر والأهل ملوك الطائرة في مصر والأهل ملوك السلة في مصر والأهل ماتادورز وكوماندوز اليد في مصر الأهل بطل في كل شيء الأهل يبدع الأهل يمتع الأهل يقنع طائرة الأهل تسقط الطائرة البيضاء للمرة الثانية على التوالي في البلي اوف الخاص بالدورة المصري للكرة الطائرة ثلاث أشواط نظيفة مثل ما حدث في المباراة الأولى حدث في المباراة الثانية لا جديد يزجر ولا قديم يعادة الأهل يدهس الزمالك الأهل يدك الزمالك بالثلاثة صايمة كالعادة زي المباراة الأولى المباراة الثانية الأهل بطلا لدوري الكرة الطائرة بعد خسارة الدوري لمسلمين متتاليين النهاردة لعدة النادي الأهلي تؤكد أنه هم الماسترز الخاصين بلعبة كرة الطائرة خلال تاريخ الكرة في مصر لكن السؤال الأهم فين صفقات الزمالك يعني الزمالك يا جماعة لك أن تتخيل الزمالك راحوا جابوا لاعب اسمه محمد عادل دولة كان بيلعب في النادي الأهلي على غرار فتيات الزهب اللي راحوا النادي الزمالك كان بيلعب في النادي الأهلي الأهلي قال له يا ابني هجدد لك ب2 مليون الزمالك راح قال له تعالي يا ابني وما تجددش هنطلعك بره الإمارات وبعد كده هنجيبك ب7 مليون في السنة انت متخيل محمد عادل دولة 7 مليون في السنة عشان بس نحرق قلب الأهل ونرد الألم بتاع كهرباء ونرد الألم بتاع إمام عشور فنروح نجيب لعب طايرة في لعبة شهيدة لعبة لا تقدم أي شيء على المستوى المالي أنت ما تكسبش فلوس لكن هي بطولة إنجاز كتاريخ وكده وكتاب التاريخ أوكي لكن كفلوس ما تكسبش من وراء حاجة ومع هذا الزمالك جاب محمد عادل دولة إداله 7 مليون في السنة جاب محترف روسي خصيصا للنادي الأهلي ولمباراة النادي الأهلي بقد كده بالدولار جاب مدرب أجنابي اسمه سيدني برضو قد كده بالدولار ومع هذا المحصلة سفر 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 أمام الأهلي تخضع أنت وتاريخك أمام النادي الأهلي الأهلي يبدع الأهلي يمتع الأهلي يقنع الأهلي للمرة التانية زي ما بقولك بيهزم نادي الزمالك لكن في بعض الأمور يا جماعة عايزين نسأل عليها هو معلق مباراة أون أنت مالك يا حبيبي يعني النقطة لما تبقى للزمالك بشوف كمية حزق أنا خاف عليك بجد نحن كده كده قاعدين متطمنين وحطين رجلة على رجلة عندنا رجلة في الملعب عندنا عصران عندنا أحمد عزب عندنا طبعا الأساد زباقة الماسترز عبدالله عبدالسلام وأحمد واتناس كلها لكن قاعد عمال يحزق كل نقطة للزمالك أنا خاف علي بوصيرك يا ابني والله خاف عليك بجد النقطة تيجي للنادي الأهلي تحس انها دخلت فيه دخلت في عينه ودخلت في وشه ودخلت فيه ما تعرفش ما تعرفش بيحس تحس ان فيه عنده عزب ساعة ما تيجي نقطة للقالب تحس ان هو بيجيله عزب تحس ان حد قاله في الإيربيس حد توفى عندك لكن النادي الزمالك بيقعد يتنطط ويتشقلب ويعمل شقلبات في الجو مع اي نقطة بالنسبة لنادي الزمالك الزمالك في ألعاب الصلاة يعني كلمة كلمة حق لابد ان تقال الزمالك في ألعاب الصلاة بعد المستشار مرتضى منصور الزمالك ضايع الزمالك واقع وده مش كلامي بالمناسبة ده كلام اغلب جمايير نادي الزمالك جمايير نادي الزمالك اللي بدأت تصب جم غضبها على رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وعلى أعضاء مجلس قدارته بسبب الخسائر المتكررة والمتتالية في ألعاب الصلاة خصوصا ان الخسائر بتيجي من النادي الزمالك لكم بارح يمكن موضوع المتحدث الرسمي وان احنا نطلع نعمل بطولة ونعمل بروباجندا عشان ينسوا جمهور الزمالك ما حدث من خسائر أخيرا في كرة الطيرة وكرة اليد وكرة السيلة وفي كل الألعاب الرياضية النهاردة جمهور الزمالك نسي الفيلم الهندي بتاع مبارح وينزي الهجوم على إدارة الزمالك وانتقاط ضد إدارة الزمالك بعد الخسارة من النادي عايز اقول ابراهيم فايق شكرا ابراهيم فايق الرجل دا بيديني حقي كأهلاوي الرجل بعد انتهاء المباراة مباشرة دخل المقدمة بتاعته مقدمة مشترمة جدا ومقدمة قوية جدا عن فوز النادي الأهلي بثلاث أشواط نظيفة على فريق الزمالك ما خدوش بقى العنفوان بتاع المعلق وقعد بقى يحزق وبتاعل الرجل بيتكلم بمتاح الاحترام ودى النادي الأهلي حقه وجاب أغنية للنادي الأهلي وجاب مراسم التتويج بالنسبة ليه النادي الأهلي هو دا الإعلام المحترم وهو دا الإعلام اللي أنا عايزه ما يهمنيش ابراهيم فايق زمالكاوي لمن الزمالكاوي لكن اللي يفرق معاك إنه يديني حقي وبس أنا مش عايز أكتر من حقي أنا مش عايز أكتر من حقي وبعدين عايز أسأل سؤال بمناسبة مراسم التتويج هي الأخت هاناق حمزة فينا جماعة حد يتطمن لنا عليها بس عايز تطمن مش أكتر يعني هاناق حمزة قعدة فوق ومش عايزة تنزل مراسم التتويج هتتم بك او من غيرك هتتم لكن ده اسمه بروتوكول حقدك وغلك ضد النادي الاهلي ده حاجة وانك تنزلي تسلمي الميدالية الزهبية للنادي الاهلي اللي عملك في الاساس واخدبالك لكن هنقول ايه في ناس كده بتاكل وتنكر في ناس يبقى لحمك تفه وخير اللي عايش فيه من النادي الاهلي وتيجي بعد كده تنكر الكلام ده كله وتتنكر لهذا هنق حمزة فين النهاردة من مراسم التتويج ما بنشوفكيش ليل لما الزمالك بيبقى كذبان بتبقى الدحكة من الودن للودن بتبقى اللي بنا بتطرقع من فوق لتحت لكن لما الاهلي بيكسب ما بنشوفكيش كأن في حالة عزة لقدر الله عندك فعايزين نتطمن على هنق حمزة يا سليمة تعبانة في واوا عايزين نتطمن عليها بس لأكتر ولا أقل نادي الاهلي توق باللقب على حساب نادي الزمالك شاء من شاء وأبى من أبى وغصب عن الأخت هنق حمزة زي ما بقولك في انقلاب دلوقتي على صفحات الزمالك المسؤول الأول أقولك بعض الدستات اللي كتبت قالك المسؤول الأول والأخير والأوحد عن إضاءة لقب دور الطائرة هو مجلس الإدارة أتمنى تتعلموا من أخطائكو مش عيب الطائرة اتنين محترفين تقالوا ومدرب تاخد الدور مرتاح اتعلموا بقى من الأخطاء بمناسبة المحترفين دايما كان لما كان الأهلي يفوز على الزمالك في أي بطولة أي لعبة طائرة سلة يد أي لعبة كان معلق المباراة دايما يتباكى طول الماتش وقولك أصل الأهلي عنده محترفين والزمالك ما عندهوش محترفين أصل الأهلي عنده مدرب أجنبي والزمالك ما عندهوش مدرب أجنبي النهاردة الحمد لله الأهلي كان عنده محترف والزمالك كان عنده محترف الأهلي كان عنده مدرب أجنبي والزمالك أيضا كان عنده مدرب أجنب عايز أقول طبعا حسين الشحات بعد المباراة كان مدروخ كان في حالة عدم اتزام طبعا في الحالات اللي زي دي دايما دماغك بتروح لارتجاج في المخ أو وجود لقدر الله كسر فيه العظام أو يكون فيه نزيف داخلي لقدر الله لازم تحط قدامك أسوأ الاحتمالات الحاجات دي مفهاش ظهر عشان كده بعد المباراة مباشرة تم نقل حسين الشحات إلى المستشفى والدته كانت في حالة طبعا صعبة جدا طبعا ابنها فلزة كبدها ربنا يطمننا إن شاء الله على حسين الشحات وعلى حالة حسين الشحات الصحية والطبية بإذن الرحمن وتبقى الأمور في أبسط ما يكونه تبقى مجرد بس كده ما كده بسيطة حصل فيها اختلال في التوازن ولا حاجة وبإذن الله تعبد على خير أول ما نطمن هيكون فيه إهلان عن الحالة الصحية لحسين الشحات اللي تم نقله عشان إجراء أشعة مقطعية لحسين الشحات لأتمئنان فقط من عدم وجود أي نزيف داخلي أو كسور أو شروخ في وجهة أو في جمجمة حسين الشحات أعتقد إن الكادمة كانت فيه الوجه من الأمام ما كانش فيه الرأس نفسها بس بإذن الله نطمن على حسين الشحات مارسي الكولر بالمناسبة جماعة فاضله مطش مارسي الكولر محتاج مطش كمان يكسبه أو يتعدل وما يخسرش ويصل لنفس الرقم ليه مانويل جوزيه السلسلة التاريخية للأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه واللي قدر مع النادي الأهلي يوصل لتسعتاشر مباراة في أفريقيا بدون هزيمة أعتقد بإذنك يا رب قادرين للوصول لهذا الرقم مباراة قادمة للنادي الأهلي هتبقى قدام الفائز من تيبي مازينبي وبترو لواندا الأنجولي إذا قدرنا نطلع بنتيجة إيجابية من هذه المباراة وعدم الخسارة يقدر مارسي الكولر يعادل الرقم التاريخي لله هزيمة للسيد مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي تعال نروح لبيان حسين لبيب واللي معرفش ليه إدارة الزمالك يعني عرف انت اللي بيحب اللف والدوران يعني ما تكلمش بصور بالموضوع مباراة الراجل مستشار تورك الشيخ قال كلام واضح جدا قالك أنا معايا الجواب اطلع طلع لجواب الرفض وطلع حاجة تثبت كلامك وسحة كلامك انك رفضني ما كنتش موعد فكان من المفترض وهو مصر كلها مستنية الأستاذ حسين لبيب أو مجلس جدارة الزمالك بالكامل يطلع بيان محترم ويبين لنا فيه إثبات ودليل بالمستندات انه بعد خطاب بيرفض فيه المشاركة وليس اللعب الموافقة على اللعب فالأستاذ حسين لبيب تعال سمعك الإيه طبعا العنوين بتاعته كلها تحس ان مدرس انشاء أو مدرس تعبير كتب له الموضوع قالك الزمالك أولا هذا هو جمهور الزمالك العظيم كما أراهته لعمر في اي عمي؟ عرفته لين بارح المتحدث الرسمي يطلع على البيان بتاعه أو البوست بتاعه عشان يلعب على مشاعر الجماهير هم شطار في كده هم أسادزا في كده يعني ممكن يبقى خسران كل بطولات العالم بس يطلع يلعب على مشاعر ايه؟ الجماهير قالك هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وإن شاء الله نحن قادرون على تحمل تلك المسئولية الضخمة جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن على هذا العهد جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير أن يظل دائما داعم للكيان وهذا حالنا جميعا جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان إلا أنه دائما وأبدا في ظهره وهذا ما تعدنا عليه جميعا الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وأيضا لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة يا عمي اطلع ربط باشا هو ليه اللفه والدوران؟ ليه الخمس جمل اللي انت عملت تقول لي جمهور 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 جمهور؟ ما تطلع قول لي فين؟ فين؟ الرد بتاعك على تورك الشيخ؟ فين؟ فين يا باشا؟ تعال انكمل قال لك الإدارة زي ما قلت لك تخلي بالك من الجملة الأخيرة دي الجملة اللي بيرعب بها على مشاعر الجمهور هو كده الوادي التوتو فروتو مشاطشة الحراء رئيس النادي الدكر الجملة اللي هيقولها في الآخر دي دي كده رئيس النادي الدكر اللي مفيز زي واثنين قال لك كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالأقدام يداز الله والله شاعر لحظة أبكي مدري أبكي على اليوم الأسود ولا على الكلام اللي انت كتبه معرفش أبكي على ايه ولا ايه؟ يا أستاذ حسين يا لبيب أيها الشاعر أيها الشاعر الجعيس جعيس يعني كبير أستاذ حسين يا لبيب يا شاعر يا كبير يا كان اسمه ايه الشاعر اللي كان بيطلع بتاع الهويس مش فكري اسمه ايه؟ يا عم الحاج يطلع رد على الراجل هو امتقول ايه؟ ودنك منين يا جوحة؟ لا ممسكش ودنه ومسك مناخيره يا عم يا تطلع رد على الراجل الراجل قال انتو شوية تكدبين اطلع رد عليهم لكن تقول لي بقى كلام اذا ما طيروش الهواء يداز بالأقدام فين بقى استفادنا ايه؟ عرفتوا جماعة ان الموضوع هاكس فاكس؟ ما تطلع يا باشا ترك الشيخ كسفكوا كلكوا واحرقكوا كلكوا لو عندك كلام عكس ما قالوا ترك الشيخ اطلع اقول ما عندكش يبقى تسكت خالص ويبقى الكلام ترك الشيخ صحي مليون في المية لكن اطلع بقى كلام واقدام واقدام وحنان واوهام وابتسام وانتقام شغل التعبير عارف انت العيل كنت انا ما اعمل كده في الاعدادية اوالله يا كنت اكتب صفحة التعبير واقلب الصفحة اكتب نفس الصفحة اللي قبلها احب الف وادور انا في الامتحان فالواخ حسين لبيه بيلف ويدور حوالين الاجابة والرد على المستشار تركي قال الشيخ لا هو رد ولا هو عمل ولا عمل اي حاجة والجمهور اتقلب عليك النهاردة على فكرة اذا كنت شينت داري فالمصيبة اكبر واذا كنت تدري وتعمل نفسك مش داري فالمصيبة اكبر واكبر روح بص على صفحات جمير الزمالك اللي انت عملت يقول الجمهور 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 قالب عليك يا باشا الجمهور شايف حال العاب الصلاة في الارض الجمهور شايف نادي الزمال القطاع الناشئين في الأرض خلي بالك من جمهورك يا فندم وخلي بالك من الألعاب الرياضية عشان زي ما انت قلتك، الكلام بيتدس بالأقدام. شكرا لكم سلام عليكم